خليني أقول لحضراتكم أنه فقرتنا الثالثة النهاردة في السادسة هتكون مع واحد من نجوم الكرة الإيطالية ونجوم اليوفي الإيطالي في الفترة الذهابية اللي كان اليوفي فيها من كبار أوروبا يعني دايماً قبل تراجع الكلشو الإيطالي وتراجع العندية الإيطالية كانت دايماً اليوفي والميلن ومعهم الإنتر في أوقات كتيرة جداً حضرين على منصات التتويج منافسين بقوة لأندية إسبانيا وإنجلترا وألمانيا على الألقاب الأوروبية ده واحد من الجيل ده والحقيقة أنه مشواره مع الكرة مش بس يعني أو نجاحه في مشواره مع الكرة مش بس مرتبط بالفترة الأضاءة في الملاعب طبعاً لعب لواحد من أكبر عنده على مستوى العالم اليوفينتوس لكن كمان على مستوى التدريب مسيرة أكثر من رائعة هو أحد الأبناء الأبرار لطبعاً أنتونيو كونتي المدرب الإيطالي الكبير ودرب معه اليوفي لمدة خمس مواسم كمدرب مساعد وحقق معاه خمس ألقاب دوري وبعد كده قاد هو نفسه اليوفينتوس وقادهم لتتويج ببطولة الدوري الكالشو الإيطالي وغفاز معهم ببطولة الكاس خاد جولة مع منتخب إيطاليا مع سبارتاك موسكو حقق معهم ألقاب مع عايك أثنا حقق معهم ألقاب اسمه مهم جداً جداً هيكون ضيف علينا النهاردة في السادسة وفتكروا معايا الاسم ده كويس قوي الفقرة الثالثة أو الرابعة والأخيرة هتكون طبعاً مع دكتور وريد الحديدي هنتكلم بقى ونحلل ونشوف كده نظرة على بطولة قمم أفريقيا الحقيقة يمكن كانت خليني نقول من بره المنهج خارج كل التوقعات تراجعت الأسماء الكبيرة بقوة وبشدة المنتخبات اللي احنا حسنها دايماً منتخبات كبيرة منتخبات مرشحة منتخبات في حتة تانية في بعض الأسماء منها على سبيل مثال جزائر وتونس ما زالت حتى اللحظة مهددة بالخروج من الدور الأول في البطولة وهنتكلم طبعاً على مواجهة مصر والسودان وخليني بمناسبة مصر والسودان مطش اللي هتلاعب النهاردة إن شاء الله الساعة تسعة بتوقيتنا منتخبنا الحمد لله يعني اتمرن وقدى تمرينه الأخير مبارح وجاهز للمواجهة يهمنا جداً جداً طبعاً ما نخشش في حزبة بيرمة يعني أنا مش عايز أتكلم على فكرة النقاط والتأهل للدور التاني من عدمه لأنه هيبقى عيب قوي عيب قوي لو مصر تأهلت لدور الستاشر كأحسن توالد وعيب قوي إن احنا قدام منتخب السودان ما نحققش فوز ونقدم عرض ونعمل سكور كمان كبير لأنه الفوارئ كبيرة جداً بين المنتخبات وده أمر طبيعي وإذا ما كانش النهاردة يبقى إمتى يعني عشان نبقى بالتفقين واضحين ومصرح الظروف الظروف ترتيبات القدر زي ما بيقولوا هي اللي خلت مستر فينجادا مدير فني الاتحاد الكورة وبالتالي الترجم ده تولي كارلوس كيروش مسؤولية المنتخب الوطني ومع كامل التأدير والإحترام أنا لحظة الإعلان عن اسم كارلوس كيروش وإن هو هيمسك المنتخب تفقلت جداً 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 لأن الرجل السيفي بتاعه محترم لكنها ليست بالأسماء وليست زي ما بيقولوا كده السيفي واحده لا يكفي يعني مشوار الرجل حقيقة خليني أقول بالنسبة للغالبية العظمى مش هقدر أقول لكل الناس لكن الغالبية العظمى والكسحة مشوار الرجل مع المنتخب كان محبط للغاية للغاية والنتائج والأداء اللي ظهر بيهم المنتخب مع كارلوس كيروش يمكن تقدر تصنفه كأسوأ مرحلة مرة بيها المنتخب من فترة طويلة ما كناش راضيين مع أسماء كتيرة قوي أخيرهم كابتن حسام البدري قبله هيكتور كوبر وخد بالك هيكتور كوبر ووصلنا كاسعالة ووصل معنا نهائي أفريقيا بعد فترات ما كناش عارفين أساساً نتأهل فيها للبطولة ورغم ده رغم النتائج المبهرة يعني كوبر نتائج مبهرة كاسعالم بعد 29 سنة نهائي أمم أفريقيا وانت ما كنتش قادر أساساً تتأهل وتوصل للبطولة ومع كده رغم ده الناس قدتك مش عايزينه فعشان تدرك بس نظرة المصريين لمنتخبهم إزاي القصة مش بس نتائج القصة لعب وقصة كورة وقصة أداء وقصة شخصية وبالتالي أنا متأكد أنه الغالبية العظمة من الجمهور للكورة المصرية النهاردة يتمنى يتمنى رحيل كارلوس كيروش ولكن في النهاية رهاني أنا النهاردة براهن على مين؟ براهن على لعيبة المنتخب المصري براهن على الأماشاء العكس الناس كتير تقولك فيه فرق الأجيال 2006-2008 أو 2010 كان جيل استثنائي لا أنا شايف أنه جيل ده ما يقل لش بصراحة وشايف أنه حجم المواهب والأسماء والخبرات اللي موجودة في المنتخب المصري محترمة جد وتسمح للفريق أنه يروح لأبعد مدى ويوصل المباراة النهائية كمان بس الحقيقة الحالة العامة الشخصية غايبة ترجع إزاي؟ أنا لو تسألوني يراهن النهاردة على أربع أسماء شناوي في حراس المرمى حجازي في خط الظهر سلية في خط النص صلاح في خط الهجوم مش ككورة لا ككورة لعيبة المنتخب معظمها الحقيقة ومشى كويسة مصطفى محمد ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو ورمضان وحمدي فتحي وعمر كمال اكتشاف أنا النهاردة جايب لكم يعني فيه فقرة خاصة في حواري مع دكتور وليد النهاردة هتكلم فيها عن عمر كمال لأنه الأفضل والأبرز من حيث التقييم ومن حيث الأرقام مش على مستوى منتخب وطني على مستوى بطولة أمم أفريقيا وأنا جايبها لحضراتكم النهاردة أحد أفضل اللاعبين وهو أعلى لاعب في البطولة تقييماً يعني لو نتكلم على تقييم اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أفريقيا من كل المنتخبات عمر كمال عبدالواحد هو رقم واحد وبالتالي فيه أسماء كتيرة جداً تسمح أن يكون عندنا منتخب قوي منتخب ينافس منتخب مش رايح يجرب ولا يحضر ولا يستعد للمرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم لا منتخب يقدر يحقق لقب البطولة وهو أدى كل الدعم اللاعبتنا النهاردة إن شاء الله في مواجهة السودان خليني أقول لحضراتكم المواجهات التاريخية بين مصر والسودان تسع مواجهات ستة انتهوا بالفوز لصالح منتخب مصر اتنين تعادل وخسارة واحدة أو فوز واحد للمنتخب السوداني أما في بطولة أمم أفريقيا فكانت أربع مواجهات ثلاثة منهم انتهوا لصالح المنتخب المصري بالفوز ومباراة واحدة انتهت بالتعادل وكان رسكينش مدي منتخب السودان حجمه الحقيقة يعني هو النهاردة كان بيتكلم مع العيبة أي مدير فني في مكانه طبعا في مباراة مهمة فاصيلة أمام منتخب بيدافع أو هيدافع بكل شراسة عن فرصه في التأهل خدوا بالك السودان يكسب النهاردة يدخل مركز تاني في انتظار طبعا نتيجة غينيا بيساوه مع ناجيريا وعلى أقل تأدير حتى لو حل تالت أربع نقاط ممكن تكون كافية جدا بالنسبة له أنه يدخل كأحسن توالد ويوصل لدورة 16 فالدافع الحافز الهدف موجود عند المنتخب السوداني عشان كده بيستر كارلوس كيلوش قال وحذر وقال إنه المنتخب السوداني أبدا مش هيكون خصم سهل وده طبعا شيء مفهوم وشيء منطقي لكن أنا شايف الحقيقة إنه المنتخب المصري يقدر نهاردة يقدم أفضل عرض ليه في البطولة طيب خليني أخدكم وهارجع لمطش مصر والسودان ليفربول سريعا جدا بيوجه رسالة دعم لمنتخب مصر النهاردة من خلال رسالة للنجم المصري محمد صلاح تمنى فيها نادي ليفربول التوفيق للنجم المصري النهاردة في مواجهة السودان نروح لاختبارات حضراتكم في أفضل تلات لعبين في